اشتركوا في القناة وآتت بالدكتراء أجنبي أجنبي دكتراء أو لا دكتراء كل سواه إذا خلني بدل من أن أشتغل برسالة الجامعة خليك أشرح مسلم وأشرح النساعي وأشرح كذا وأشرح كذا أحسن لهذا لأن هذا خلمة السنة وخلمة طلاب العلم فعذا أولابي بدلا من هذا وإلى الآن ما أخذت هذا والحمد لله ولكن الله سبحانه وتعالى أفاض علي جده وكرمه وأعيش عيشا هنيئا من عامل صالحا من ذكر عنهم من فلا نحيا أنه حياة طيبة ومنه محمد الحمد لله حياة طيبة الله أكبر ولذلك وصيكم أن تعتمدوا على ربكم وتطلبوا العلم بالإخلاص بالله تعالى مهما اتفقت الظروف وشعادة حصلت خير طيب وإن لم تحصل لا تلتفت لها التفت إلى علمك العلم حصل العلم حتى تذهب جهلك ثم ترشد الناس إليه وتنشر السنة هذه النية التي ينبغي اعتماد على وأما الرزق فعلى الله كم من ناس ما يحصل لك رأت الفاتحة وإن دم من يرى فكيف أنت وقد حفظت القرآن هل تظن أن الله يعني يقصر في جانبك ما في ما في تقصير إنما التقصير هي الاتقال الفاسد هو هذا وتوكلوا على الله وطلبوا العلم لله وسترون نتيجته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا كل الذين أؤتوا العلم درجات هكذا أتكد هذا تعلمون يعلموا هذا واستمعوا إلى هذا القول استماعا يعني من ينتفع به وهذه نصيحة ووصيته إن شاء الله والظاهر أننا